اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان سؤال اليوم لماذا اراد اليهود رجم المسيح طبعا ارادوا ان يرجموا المسيح بسبب تصريحاته بسبب اعلاناته انه هو ابن الله المقصود انه الله وهذه المحاولات العديدة للتخلص من المسيح كانت مرارا وتكرارا عند ولادة يسوع المسيح اراد هيرودس ان يتخلص من المسيح وعندما ابتدى المسيح خدمته في مجمع الناصرة وعندما قال اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم اي انه المخلص الملك الموعود به النبوات التي تمت في ابن داود الرب يسوع المسيح برضو ارادوا ان يطرحوا من سفح الجبل وخلال خدمة يسوع المسيح عدة مرات حاولوا ان يتخلصوا من يسوع المسيح ليس على اشياء عملها لكن على اشياء قالها تصريحات يسوع المسيح في مرة سأل الرب يسوع التلميذ وهو في قيسرية فليبوس في متى 16 من يقول الناس اني انا ابن الانسان اجاب بطرس وقال له انت هو المسيح ابن الله الحي لاحظ رد يسوع المسيح ما قالوش استغفر الله لماذا هذا الكفر او اي شيء مما شابه قال له طوب لك يا سمعان بن يونة ان لحما ودما لم يعلن لكن ابي الذي في السموات فاذا هذا اعلان من الله لانه مكتوب لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس فهذا يتطلب اعلان الهي استنارة روحية استنارة في ذهن الانسان فتح عيون فتح قلب لكي يستوعب هذه الفكرة بالحقيقة حاولوا يتخلصوا من يسوع المسيح عدة مرات في انجيل يحنى اسحاح خمسة ومن آية ستعش مكتوب ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في سب فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله يعني اللي فهموا اليهود من هذه العبارة انه كان معادلا لله او ابن الله يعني بما معنى انه هو الله الظاهر في الجسد فيه تصريح اخر وطبعا حاولوا ان يقتلوا يسوع المسيح يقتلوا طبعا عن طريق الرجم في انجيل يحنى اسحاح تمانية بتشوف تعبير قوي جدا قال يسوع ليه اليهود فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد افرأيت ابراهيم قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائم فعلى طول اليهود فهموا شو بيعني يسوع المسيح من هذه الكلمات في ايه تسع وخمسين فرفعوا حجارة ليرجموه اما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا يعني فهموا انه هاي الاية هي شبيهة بالاية اللي موجودة في سفر الخروج اسحاح 3 والاية 14 فاذ قالوا لي ما اسمه يعني هنا موسى عم بيسأل الرب اذا قالوا لي ما اسمه فقال الله لموسى اهيا الذي اهيا وهون هاي الكلمة قبل ان يكون ابراهيم انا كائن الكائن هو شخص يهوى الرب يسوع المسيح له كل المجل قال يسوع انا هو الالف والياء البداية والنهاية الاول والاخر الكائن والذي كان الذي يأتي نفس المعنى القادر على كل شيء كل مواصفات الله ففهموا على طول انه بيقصد انه هو الله يعني انت قبل ابراهيم قال يسوع نعم انا كائن مش انا كنت ولا ساكون كائن اللي هي فيها صيغة الماضي والحاضر والمستقبل ففهموا اليهود انه بيعني انه هو الله فارادوا ان يرجموا يسوع المسيح في يحنى اصحاح عشرة من آية تلاتين لآية تلاتة تلاتين قال يسوع انا والآب واحد وهذه كلمة كبيرة كبيرة في معناها الاصلة فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجمه اجابهم يسوع اعمالا كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها ترجمونني اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف فانك وانت انسان تجعل نفسك الها فبآية ستة وثلاثين برد عليهم فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله ان كنت لست اعمل اعمال ابي فلا تؤمن بي ولكن ان كنت اعمل فان لم تؤمن بي فآمن بالاعمال لكي تعرف وتؤمن ان الاب في وانا في لكي تعرف وتؤمن على طول بيقتبس النبي الشعياء وهي كلمة تتكلم عن الله مرة تانية شوف الردة الفعل فطلبوا ايضا ان يمسكوه فخرج من ايديهم فاذا انا حبائي واضح من كلمات الرب يسوع المسيح انه تصريحات المسيح واقوال المسيح هو تعبير انه الله يكفي ان المسيح صرح عدة مرات انه كما قال انا انا هو تصريحات هذه لا يستطيع ان يقول غير الا الله مثلا انا هو نور العالم الرب نور يه ونور ونور وخلاص فاذا لا يستطيع احد ان يقول انا هو النور ثم قال انا هو الطريق والحق والحياة قال انا هو القيام والحياة اقوال لا يستطيع احد ان ينطق بها انا هو نفس الكلمة اهي الذي اهي ايجو ايمي في اللغة اليونانية فلماذا اراد اليهود ان يرجم المسيح هو بكل بساطة لانه صرح بصريح العبارة انه ابن الله اي انه الله ظاهر في الجسد انه قال عن نفسه انه هو الله فكل شيء بيظهر يسوع انه هو الله اعماله معجزاته قيامته من بين الاموات اليس من الاسهل ان لا يدعي انه اله وهو عالم الحكم الذي سيأتي عليه يعني معقول واحد بقول للناس انا هو الله وعارف نتيجة هذه الفعلة فمن هو عاقل يستطيع ان يصرح هذا التصريح العظيم ولماذا مدح بطرس عندما اعترف به ولماذا قبل يسوع المسيح السجود له سجود الناس له ولماذا غفر الخطايا ولا يقدر احد ان يغفر الخطايا الا الله ولماذا انتهر الشياطين بسلطانه بجلاله لا يستطيع احد ان يخرج الشيطان الا قوة الله ذاته ثم قوته على الطبيعة وعلى الجاذبية وعلى الكيميو وعلى الفيزيو من خلال كل المعجزات اللي شفناها في حياته على الطبيعة تهدئة العواصف ونرى ان المسيح يخلق ايضا كل هذه الاعمال احبائي مع كل هذا ارادوا ان يرجموا لسبب اقوال لانه قال انا هو طب شو اللي ببرهن على اقوال وتصريحات المسيح عندما قال انا هو القيامة هو قام من بين الاموات فاذا احبائي القيامة هي المصداقية والمرجعية الصحيحة لكلام المسيح فاذا تعين ابن الله من جهة روح القداسة بقوة القيامة من الاموات وخلينا اختم احبائي الشيء اللي سبب موت المسيح عندما حوكم المسيح امام قيافة امام مجمع السنهدريم سأل رئيس الكهنة قيافة سأل الرب يسوع المسيح انت المسيح ابن المبارك طبعا في موضع تاني ابن الله فقال يسوع لاحظ الكلام انا هو ومش بس انه اقتصر قال انه انا هو لربما يفحصوه يكون يمكن مش متزن من خلال القول ولكن على طول اقتبس نبوة دانيال وسوف تبسرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا في سحاب المجد او سحاب السماء يعني عن مجيء التاني على طول بيقتبس انه هو الله بحسب نبوة دانيال فاذا كان الحكم على يسوع المسيح التجديف ولكن طبعا لا يستطيع ان يأخدوه لبلاطوس مجرد تهم التجديف لازم يلاقوا العلي والعلي كانت انه هو الملك انه هو المسيح وما فيش ملك بالنسبة للرومان الا قيصر اراد اليهود رجم المسيح ولكن لاحظ خلال كل السنين اللي حاولوا قتل المسيح ما كانش الساعة اتت لكن المسيح قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها فاذا هذه التصريحات وردود فعل اليهود لهذه التصريحات اندل على شيء بدل على مصداقية المسيح واندل على شيء ان المسيح فعلا قام من الاموات وهو حي الى ابد الابدين فانت مطالب امام قرار اما ان تؤمن بالمسيح الحي او ترفضه لكن تريث قليلا لا تهاجم بمجرد انه سمعت كلمات شو رايك تعمل امتحان لنفسك تقرأ عن يسوع في الانجيل المقدس وانا متأكد ان راح تكتشف هذا الشخص الفذ الرائع البديع وتكتشف انه هو المخلص الوحيد وتستطيع ان تلتج اليه عن طريق التوبة والايمان بالرب يسوع المسيح اذا الرب باركك من فضلك كون شريك معنا في الخدمة ووصل هذه الرسالة الى اكبر عدد ممكن والرب يكافئ تعب محبتك وخدمتك ايضا محبتك